يا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعة قناة الأهلي في كل مكان وحلقة جديدة من برنامج الترند استمرار في متابعة آخر الأخبار والتفاصيل والكواليس داخل القلعة الحمراء وكل اللي بيهم جميع النادي الأهلي في كل مكان وإيه الأخبار الجديدة معانا لحظة بلحظة من خلال حلقة الترند النهاردة ويمكن احنا نبرح على مدار ثلاث ساعات في حلقة خاصة من نفس البرنامج يعني حطينا حضراتكم في الصورة بشكل كبير جدا في كل لقطة جوا النادي من ساعة ما جاء مارسل كولر المدير الفني السويسري الجديد للنادي الأهلي ووصوله مطار الكاهرة ومن ثم وصوله لمقر النادي الأهلي بالجزيرة وتفقده لكل تفصيلة صغيرة وكبيرة داخل استاد مختار التيتش فحطينا حضراتكم في الصورة النهاردة استكمالا لحلقة مبارح بالمناسبة عندنا أخبار كتيرة في ذلك بداية العمل داخل النادي الأهلي والاستعداد للموسم الجديد المهمة قوي 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 فبرضه هنقول لكم كل التفاصيل وكل الكوليس الجديدة من خلال فقرات متعددة من حلقتنا كما هو المعتاد قد كمان نتطرك لبعض الأخبار المحلية والعالمية لو أسعفنا لوقت لكن اللي بيهمنا دايما هو تواصل حضراتكم معنا من خلال سؤال حلقة النهاردة وإحنا اليومين دول بقى مركزين مع كولر لأن مهمة قوي نسنده مهمة قوي ندعمه فمن وجهة نظركم إيه هي النصايح اللي انتم حابين توجهوها للجهاز الفني الجديد بشكل كامل كولر ومساعدين هتواصلوا معنا من خلال صفحات القناة المختلفة على السوشيال ميديا فيسبوك تويتر وإنستجرام وحناكم تفعلكم في الجزء الأخير كما هو المعتاد ونقرأ رسائلكم لكن كالعادة في البداية دايما بيكون في عنوين مهمة تعالوا نشوف أهم العنوين المهمة في سند الأهلي الخطيب يجتمع مع كولر وجهازه المعاون وكمان الأهلي يقدم كولر للإعلام جدا وأخيرا الفريق يبدأ الاستعداد للموسم الجديد ماتشاط النهاردة فيه مختلف إلا دوريات مفتقدين أو الدور الإنجليزي بصراحة بعد سأجيل الجولة الحالية لكن خلال نتكلم على الدوري الأسباني اللي ابتدى النهاردة أو كان فيه استكمال الجولة اللي ابتدت إمبارح بمباراة كانت ما بين ريال مدريد وريال ميوركا انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة أربعة واحد نتيجة كبيرة جدا ريال مدريد أعتقد منش ده ابتدى في ساعة 1 مصر تقريبا يعني كمان من ضمن المباريات اللي اتلعبت النهاردة مباراة ما بين أتلاتيك بلباو وإليتشي على ملعب إليتشي أتلاتيك بلباو فاس 3-0 والساعة 6 هتكون مباراة ختافي مع ريال سويسيداد والساعة 4-0 أتلاتيك بلباو تماما 4-0 لأتلاتيك بلباو على إليتشي الساعة 6 ختافي مع ريال سويسيداد والساعة 9 ريال بتيس مع فيا ريال ده بخصوص الدوري الأسباني أما بخصوص الدوري الإيطالي فأتلانتا لعب مع كريومينيزي وانتهت المباراة بالتعادل الإجابي 1-1 إليتشي مع مونزا نفس النتيجة 1-1 سيصوله خسر من أودونيزي بنتيجة 3-1 وبولونيا مع فيرونتينا بولونيا فاز بنتيجة 2-1 الساعة 6 هتكون مباراة بالتعادل والساعة 9 إلى ربع اليوفي مع سالرينيتانا في الدوري الإيطالي أما الدوري الفرنسي فأتلاتيك بلباو أتعادل بدون أهداف مع كيلين ريمون فوت ودي مباراة طبعا انتهت وانجي مع مونتليا فوز انجي 2-1 وطولوز مع ستاد ريميز فوز طولوز بنتيجة 1-0 أجازكو مع نيس 1-0 نيس ولوريان مع نانت 3-2 لوريان المباراة انتهت وشارك مصطفى محمد نجمينة المصري في الشوت الثاني تحديدا كان على دكة البودلاء في بداية هذه المباراة الساعة 5 و 5 واخب بالك 5 و 5 دقايق ستبتدي مطش أو ستبتدي مطش كمان دي أبو الضبط يعني مع رين ما بين رين وأوسير الفرنسي والساعة التسعة إلا ربع مباراة موناكو مع ليون في ختام الجولة الحالية من الدوري الفرنسي دي أهم وأبرز المباراة في مختلف الدوريات النهاردة بقى بصوا يا جماعة الساعة 11 على شاشة قناة النادي الأهلي حتشوفوا فيلم تسجيلي لواحد من أعظماء النادي الأهلي على مدار تاريخه لأن النهاردة ذكرى ميلاد أسطورة من أساطير النادي الأهلي وهو الكابتن الكبير الكابتن صالح سليم واحد من الناس اللي سابوا علامات في تاريخ هذا النادي واحد من الناس اللي أثاروا في شخصية وثقافة وعقلية الأهلي وجماهيره واحد من الناس اللي أرسل مبادئ وقيم معينة التعود عليها جمهور النادي الأهلي واحد من الناس اللي حط السيستيم اللي حط السيستيم اللي بنمشي عليه لغاية دلوقتي هو النادي الأهلي بمختلف الإدارات والمتعرف عليه دايماً لكل جماهير النادي الأهلي وهو الكابتن الكبير أسطورة كرة القدمة المصرية والنادي الأهلي والأسطورة الإدارية كمان هو الكابتن صالح سليم الله يرحمه طبعا ويغفر له ويسكنه فسيحة جناته النهاردة كان ذكرى كمان ميلاده فبالتالي الساعة 11 بالليل هتشوفوا فيلم تسجيلي حاجة كده ممتعة حاجة كده هتمسكه بشكل كبير جد الساعة 11 بالليل من خلال شاشة قناة النادي الأهلي فيلم تسجيلي عن الكابتن الكبير الراحل صالح سليم طيب خلينا نروح لفاصل بعد الفاصل هنرجع نتكلم في تفاصيل كتير جدا حضراتكم أكيد بتسألوا عنها وحنحاول بكل ما استطعنا من وضوح وقوة نجاوب عليها استنونا بعد الفاصل أهلا بحضراتكم من جديد مرحلة جديدة بتبتدي للنادي الأهلي وجماهيره وجهازه الفني الجديد ولعبيه كمان العائدين بالإضافة للعبين والصفقات الجديدة اللي حيتم الإعلان عنها لاحقا فبالتالي كلنا مترقبين بشكل كبير جدا ويعني متشوقين للغاية لرؤية حتى تدريبات النادي الأهلي حتى التدريبات نفسها منبقى عايزين نشوفها وخصوصا أن أنت بعد موسم كان صعب بالنسبة لك فأنت عايز بقى موسم الجديد بشكل مختلف بكل حاجة كده وبيني وبينكو بصراحة المزاج ابتدى يتعدل شوي يعني بالتحديد من أول مبارح من ساعة ما تم الإعلان الرسمي عن التعاقد مع كولر والمزاج ابتدى إيه؟ يتزبط أهو واحدة واحدة كده المدرب تم الإعلان عنه وهو بواحدة واحدة هتلاقي صفقة أو الاتنين كده يتم الإعلان عنهم والدنيا تمشي حلو ومزاج الأهلاوية يتحسن وحيتحسن أكتر لما شوفوا فرقتنا في الملعب بشكل جامد وكبير ومميز وممتع ونتائج بإذن اللي احنا متعودين عليها مش غريبة على النادي الأهلي بس دايما بيوحشنا الأهلي بصراحة يعني فالواحد النهاردة حتى سعيد بعودة التدريبات التدريبات كان من المفترض أنها بكرة تبتدي بشكل رسمي النهاردة يعني كان المفترض أن يبقى فيه اكتماء لكن واضح الإسرار الكبير جدا والحماس الكبير جدا عند الراجل كولر وشغفه الواضح للعودة للعمل فبالتالي النهاردة على طول ما فيهش ظهر التدريبات فيه تفاصيل أكتر أكيد هنعرفها من خلال مراسلين اللي موجودين في النادي اللي حيكونوا معنا على مدار الفقرات المختلفة خلال الحلقة خلينيه بس أبتدي بيه زميلنا العزيز فاروق صلاح لأن النهاردة كان فيه اجتماع مهم جدا زي ما حرقكم عارتين وقلنا لكم من برحة كان اجتماع الكابتن محمود الخطيب مع الجهاز الفني الجديد كله الساعة 12 الظهر اجتماع خلص أكيد والراجل دلوقتي موجود فيه استاد مختار التتش مع لعبيه فعشان نعرف تفاصيل أكتر على اجتماع ده نروح ليه زميلنا العزيز فاروق صلاح قبل ما اخذ فاروق هذه اللقطات اللي حرقكم شايفينها هي الكابتن محمود الخطيب مستر كولر المدير الفني الجديد والمساعد بتاعه وايضا الجهاز بشكل كامل واكيد اللقطات مهمة جدا جدا بعد حسم هذا الملف اللي كان بيقرق جماهير النادي الأهلي واللي كانوا منتظرين بشكل كبير جدا طبعا الكابتن حسام غالي موجود الكابتن زاكريا ناصف الكابتن أمير توفيق ودي كمان الكابتن سيد عبدالحفيز مدير الكرة اللي كان عائد من رحلة في الخارج وايضا كابتن محسن صالح موجود فانا شايف حتى على وجوههم نوع من أنواع الارتياحية اللي هو كابتن سامي أمصان طبعا برضو أحد عضاء الجهاز الفني الجديد ففي ايه راحة كده يا سلام بقى كمان ميشيل يانوكن الراجل اللي كان جمهور الأهلي دايما مرتبط بيه واللي بيحب جدا نادي الأهلي واللي شغله أهم بكتير من حبه لنادي الأهلي شغله على أرض الواقع كان مميز قوي مع حراسنا في النادي فبالتالي كلها لقطات مهمة وبننقل لحضراتكم يعني الكواليس لحظة بلحظة وكل التفاصيل عشان تبقوا عايشين الأجواء بالزبط وتبقوا عارفين إيه اللي بيحصل فيه النادي الأهلي فبالتالي كلها بإذن الله أمور مبشرة وعجبني قوي تعابيرات التعابيرات الموجودة على وجوه كل الحضرين لدي الاجتماع بشكل كامل مع كابتن محمود الخطيب وفيه نوع من أنواع إيه يعني الحماس والشغف لبداية مرحلة جديدة مهمة جدا خلينا نروح لزميلنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي اللي كان موجود طبعا فيه اجتماع النهاردة أو على هامش هذا الاجتماع يقول لنا إيه كل التفاصيل اللي حصلت النهاردة فاروق مساء الخير برحب بك أمير وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدة متبعي شاشة تقناة النادي الأهلي في كل مكان أهلا بك يا فاروق يعني أقول لنا إيه الأخبار إيه التفاصيل إيه اللي حصل وكواليس اجتماع النهاردة اللي كان مهم جدا الساعة 12 ما بين الكابتن محمود الخطيب وكل أعضاء الجهاز الفني الجديد يعني خليني من البداية أمير يعني استكمالا لتغطيطنا لوصول بالأمس مستر مارسل كولر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وجهازه المعاون طبعا الجميع التابع من خلال قناة النادي الأهلي في تغطيطنا من الأمس ووصوله وتفقده لكافة المنشآت داخل ملعب مختار التيتش وأيضا يعني كافة التفاصيل الخاصة بالملعب وأيضا بالجيم وأيضا يعني العادة الطبية أو المكان الجهاز الطبي وتابع كافة الأمور طبعا استكمالا لذي الأمور النهاردة يعني كانت في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا جلسة طبعا جمعت نبيين الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ومستر مارسل كولر وجهازه المعاون طبعا أمور كتير جدا طبعا ظهرت خلال هذه الجلسة منها الحديث عن طبعا معسكر الجديد أو معسكر انطلاق المسلم الجديد للنادي الأهلي وطبعا آليات العمل داخل النادي الأهلي وأهداف كتير جدا لكن أنا عايزة أقف عند نقطة مهمة جدا أمير يعني أنت في استعراضك للكلام قلت في حالة من الارتياح على وجوه مسؤولي النادي الأهلي بالضبط أمير في حالة من الارتياح وحالة من الثقة في الاختيار يعني بيقابلها في الجانب الآخر حالة من الحماس والشغف عند مستر مارسل كولر وجهازه المعاون ينضم لها مشهد تاني هي مشهد اعتزاز النادي الأهلي بأولاده واعتزاز النادي الأهلي باللي بيخلص للنادي الأهلي بوجود الكابتن ساد عب حفيز وجود الكابتن سامي أمصان وأيضا وجود مشيل ينكون اللي في غاية السعادة لعودته من جديد إلى الجهاز وانضمام الجهاز الفني للنادي الأهلي جلسة طبعا جبعة مبين الكابتن محمود الخطيب ثم جلسة مع مسؤولي لجنة الكرة طبعا بحضور طبعا كان موجود الكابتن محمود الخطيب موجود معالي الوزير العمري فاروق رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي موجود الكابتن حسام مغالي وأيضا موجود الكابتن زكريا ناصف الكابتن محسن صالح والكابتن أمير توفيق أمور كتير جدا أيضا في حضور المهندس خالد مرتاجي اللي يعني يتقدر تقول أكتر من ملف بيتم عن الحديث عنه جلسة أيضا جمعت في البداية كانت جلسة مع المدير الفني والطاقب المعاون يعني إذا ما استعرضناهم بالأمس أمير سواء هيرالدو أو أندرياس إندو أو ياسين الميكاري في حضور المترجم خلينا أقولك أن المترجم طبعا اسمه الأستاذ هشام ده يكون المترجم القائم بأعمال الترجمة للمدير الفني مارسل كولر وهيكون طبعا الترجمة باللغة الألمانية ده جلسة جمعت مابين ومابين الكابتن الخطيب ثم جلسة جمعت بكل أفراد الجهاز الفني بين ضمام الكابتن سامي أمسوان الكابتن ساد عب حفيز ميشيل ينكون طبعا بحضور لجنة الكرة الحالة الارتياح اللي احنا شفناها أمير عند أعضاء مجلس إدارة النادي الآلي أو مسؤولي النادي الآلي كابتن محمود الخطيب وثقة طبعا زي ما قلنا فيه الاختيار إن شاء الله تكون بداية موفقة لمستر مارسل كولر مع النادي الآلي أيضا حالة الحماس والشغف اللي احنا شايفينه واستعداده إن شاء الله عايز يقدم يعني كتير من الأمور مع النادي الآلي بيوعد إن شاء الله بالكتير من البطولات طبعا زيما عايز أسألك يا فاروق على يعني أهم مدار في الاجتماع أهم الكلمات اللي قالها الكابتن محمود الخطيب للحاضرين للجهاز الفني الجديد قبل مرحلة هتبتدي خلاص وهي مرحلة مهمة من خلال تدريبات واستعدادات لموسم جديد شاك وهم جدا من نسبة جامعين النادي الآلي أنت عارف أمير طبعا يا كلها في البداية كلمات الصقة اللي بيضعها الكابتن محمود الخطيب في الجهاز الفني ويعرف برضو مستر مارسل كولر القيمة للنادي الآلي وهو الأمر دا لمسه بالأمس مع وصوله وأيضا خلال الفترة الماضية اللي ياما قبل التعاقد وكمل معلومات اللي جماعها عن النادي الآلي وهو قال إنه عارف إنه جاي للنادي الآلي وعارف إن الهدف الأول يعني اللي بيلعب عنه النادي الآلي دامن هو المركز الأول في كل البطولات سواء المحلية أو البطولات القرية هو مقدر حجم وقيمة ومكانة النادي الآلي وده اللمسه فيه يعني منذ وصوله بالأمس أيضا الكابتن الخطيب في حديثه مع مستر مارسل كولر سقط وسقط مجلس قدارة النادي الآلي سقط جماهير النادي الآلي بينقلوا سقط جماهير النادي الآلي سقط الجميع داخل منصومة النادي الآلي وإن إحنا كلنا نكون وراك في ظهر الجهاز الفني كل الطلبات كل الاحتياجات الجهاز الفني هتبقى مجابوتة طبعا الكابتن الخطيب أو مجلس قدارة النادي الآلي لا يتوانى في هذا الأمر طبعا الأمر تطرق للحديث عن المعسكر الخارجي للنادي الآلي وأيضا الحديث عن الأمور الخاصة بيه الصفقات للنادي الآلي لأن عقب الاجتماع مع مستر مارسل كولر في جلسة تانية جامعة مبيين الكابتن الخطيب ومسؤولي لجنة الكرة ولجنة تعقدات في النادي الآلي طبعا الحديث عن صفقات النادي الآلي الصفقات التي تدور في الفترة الحالية المفاوضات فيها تقدر تقول خلال الفترة القادمة طبعا أمير سيتم الإعلان عن كافة هذه الأمور لكن برضو من النقاط الثانية أمير بعد انتهى الاجتماع مستر مارسل كولر وحالة السعادة التي عندها أعضاء النادي الآلي تقدر تقول أمير من المرات التي تحس أن هناك إجماع كامل من الجميع على اختيار مستر مارسل كولر الأعضاء بمقابلين مستر مارسل كولر بثقة ووصلين في قرار مجلس إدارة النادي الآلي ووصلين وطبعا مستر مارسل كولر واحد من الأسماء الكبيرة في التدريب وبصماته سواء مع الفرق التي تولى تدريبها أو مع متخب النمسا إن شاء الله نتمنى أن تظهر على أرض الواقع أيضا كان جمعني جلسة أو حديث مع المهندس خالد عب عزيز المسؤول عن ملعب مختار التيتش لأبرز الأمور التي تحدث فيها مستر مارسل كولر معاه بالأمس طبعا زي ما قلنا أمير وأكد على الكلام اللي احنا قلنا بالأمس أشاد بأرض الملعب أشاد بارتفاع المنسوب بتاع النجيلة طمن بنفسه على إضاءة الملعب كافة الأمور يا أمير بإذن الله إن شاء الله يا فاروق نتمنى كل التوفيق للجميع داخل النادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا زميلنا العزيز فاروق صلاح مرئيس القناة الأهلي اللي كان موجود في عقاب اجتماع كابتن محنود الخطيب مع الجهاز الفني الجديد وأيضا مع لجنة التخطيط للكرة وقالنا كل التفاصيل المهمة خلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل عندها تفاصيل أكتر بقى عمران النادي الأهلي وأول تدريب لكولر استنون أهلا بحراركم مرة تانية طبعا العطات اللي حراركم بتشوفوها دلوقتي دي العطات حصرية من مران الأهلي اللي بيجرى في هذه اللحظات أول مران تحت قيادة المدير الفني الجديد السويسري للنادي الأهلي مارسل كولر القطات مهمة والراجل اللي بيجرى بالمناسبة يا جماعة كان من المفترض أن المران يكون بكرة كان من المفترض أن المران الأول يكون بكرة لكن حماس الراجل وإصراره وإننا ما فيهش وقت نضيعه عايزين نشتغل للمسم الجديد فكان مفوض نهاردة اجتماعات مثل تالي مع الكابتن محضو الخطيب والراجل نفسه يجتمع مع العيب وأكيد يجتمع معهم لكن قال لك ننزل نتمرن على طول اختصارا للوقت ودي حاجة إجابية بالمناسبة فبالتالي اللقطات اللي حالكم شايفينها دي اللقطات أولى لقيادة كولر كمدير فني جديد للنادي الأهلي وتدريبات أولية وأول أيام داخل القلعة الحمراء ياربكم وفق بإذن الله اختيار جيد جدا جدا بسي فيه محترم بإذن الله يكون على قد طموح وأحلام وغرور جماهير النادي الأهلي أهم شيء الدعم والمساندة الكاملة مننا كلنا كمنظومة ليه النادي الأهلي يعني فدي بعض التفاصيل طبعا كانت تنسى أمسان ويمكن في اللقطات اللي فاتت شفتوا بعض التدريبات التأهلية لبعض المصابين اللي قدامهم لسه يعني أيام قليلة أو أسابيع قليلة جدا البعض منهم أيام والبعض منهم أسابيع عشان ينضموا التدريبات الجمعية بشكل طبيعي بخلاف عودة أكيد عناصر كانت بتريح واخدأ أجازة خلال الفترة فاته وده كان ضروري جدا بالنسبة لهم نروح لزميلنا العزيز كريم أحمد مراسل قناة الأهلي واللي كان متواجد أو الموجود دلوقتي في أستاذ مختار التتش بيتابع تدريبات الفريق عشان أبرز الملامح وإيه اللي حصل وإيه كواليس كلها داخل أستاذ مختار التتش وإنقلال الصورة بلحظة يا كريم مساء الخير مساء الخير عليك للزميل العزيز زمير الشام تحياتي لك في البداية وتحياتنا أيضا كمان لكل جمهورنا العظيم جمهور النادي الأهلي أهلا بك كريم مشك منور عليك يعني واضح في ملامحك حالة جديدة من التفاؤل والحماس الكبير للمرحلة اللي جاية زينا كلنا يا كريم بصراحة وحشنا الأهلي وحشنا كمان أداء الأهلي وبطولاته إن شاء الله في المسم الجديد بالتأكيد طبعا يا أمير يعني مرحلة مهمة جدا وانطلاقة يا رب إن شاء الله بإذن الله يكون مسم سعيد بإنجازات وبطولات كالعادة ويكون فرحة كبيرة لجمهور النادي الأهلي اللي متعطش وكلنا الحقيقة متعطشين إن إحنا نكون بتتابع بينين الأخبار كواليس فرقتنا اللي يمكن بقنا فترة كبيرة جدا جمهور النادي الأهلي عم تعود يسمع الأخبار من عندنا يشوف الفريق تابع التدريبات فكل الأمور دي يعني الواحد سعيد جدا والحقيقة الواحد متفائل جدا بالحالة اللي متواجدة مع الجهاز الفني مع مستر مارسل كولر طبعا المدير الفني بطاقم العمل بالكامل واضح الاشتياق الكبير جدا واضح معرفة وقيمة النادي الأهلي بشكل كبير جدا لقطات بسيطة جدا زميلة أميري يعني بتدل إن الراجل عنده اشتياق للتدريبات يعني هقولك على حاجة بسيطة جدا قبل ما نتكلم طبعا على التدريب مبارح يمكن كان فيه بعض اللقطات كده الراجل كان بيجري في الملعب يعني يمكن الناس افتكرت إن الراجل بيهرج أو إن الراجل بيجري بالفن لا الراجل كان بيتكلم بيقول أنا بقالي سنتين منزلتش على انجيلة خضرة ما جرتش على انجيلة خضرة فعندي يعني عندي إحساس بالانطلاق فالانطلاق دي إن شاء الله تكون مع النادي الأهلي ودي ممكن إشارة مهمة جدا الراجل بيحاول طبعا بشكل كبير إنه هو يسأل على كل الأمور الراجل برح سأل على أرض الملعب على الكشفات على كل الأمور على أجهزة طبعا لداخل غرف الملابس اللي أشاد بها بشكل كبير جدا ويمكن أشادنا بدور مجلس إدارة الكبير موفر مجهود كبير جدا بيبذل في كل الاتجات موفر أمور كبيرة جدا أي مدير فني بيكون متواجد في النادي الأهلي بيلاقي حاجات يعني ما بيشوفهاش في أي أندية أخرى في أفريقيا تحديدا فالنادي الأهلي قيمته كبيرة جدا والراجل عارف أهمية هذا الأمر يعني قدر أقولك بعد خلاص الاجتماع جمع الكابتن محمود الخطيب والطاقم بالكامل طبعا الجهاز الفني بالكامل الراجل توجه إلى ملعب مختار التيتش اجتمع باللعبين كجلسة تعرف في البداية أهم دي تبقى معروفة طبعا زميل أمير أي مدير فني بيكون متواجد بيكون في جلسة تعرف قبل التدريب ممكن استغرقت أكتر من ساعة أو تلت الراجل بيحاول أن هو يتكلم على الرؤية يتكلم على الشكل العام مباشرة عاخب الانتهاء شفناه بيحط يعني كل طبعا الأدوات بإيديه بيحاول أن هو يشتغل بإيده وده أمر مهم جدا مع طبعا الجهاز المتكامل اللي بنتمنى له إن شاء الله كل التوفيق نادي الأهلي الفترة اللي جاية محتاج يعني يتحقق طموحات كل جمهور النادي الأهلي اللي منتظر إن شاء الله بإذن الله مزيد من الانتصارات ومزيد من البطولات فإن شاء الله بإذن الله متفقلين عندنا سيقة كبيرة جدا في اختيارات مجلس دارة النادي الأهلي عندنا سيقة كبيرة أيضا كمان في ميستر كولر اللي بنتمنى له كل التوفيق ويا رب إن شاء الله تكون انطلاقة جيدة جدا في معسكر فريق النادي الأهلي بيتم تحضيره بإذن الله خلال الأيام القليلة القادمة الرجل ياخد بقى فرصة كاملة جدا النادي الآلي بقاله فترة كبيرة أكتر من أربعة وخمس سنين ما اجتمعش بمدير فني في البداية فترة إعداد في معسكر فيارب إن شاء الله بإذن الله يكون معسكر مفيد وأيضا كمان النهاردة التدريب مش هيدا نقول الجرعة تدريبية كبيرة جدا لكن في جدية من الناس فيه روح كبيرة جدا لعبة النادي الآلي استقبلت ميستر كولر بشكل يعني يليغ بي الحقيقة الرجل سيفي بتاعه مميز جدا رجل روحه كويسة جدا الرجل بيتكلم في أمور يعني بتفرق بشكل كبير مع اللاعبين فيارب إن شاء الله بإذن الله كن موسم خير يا أمير النهاردة بإذن الله كن التدريب الأولى ويا رب منها إن شاء الله كن انتصارات وبطولات كثيرة جدا لفريق النادي الآلي يا رب إن شاء الله يا كريم لكن عايز أعرف يعني تفاعلات الرجل نفسه أثناء المران يا كريم توجهاته مدى الجدية اللي موجود عليه ممكن أنت تكلمته في نقطة مهمة جدا مبارح شافت اللقطات الرجل مثلا بيجري في الملعب بيتحرك فيه روح حلوة من خلاله فبالتالي ممكن يكون فيه انطباع مثلا تنقل بشكل خاطئ للبعض من الجمهير فأنت وضحت جزئية دي جزئية مهمة جدا فعايزك تنقلي مدى الجدية اللي موجودة طبعا وتعبيراته وتفاعله مع فقرات المران المختلفة يا كريم يعني هادر أقولك الاجتماع اللي كان مع الجهاز الفني طبعا النهاردة نتعرف أول يوم فنقدر نقول أول خطوة النهاردة في الحمل البدني يعني النهاردة خلاص الرجل يحط البرنامج للتأهيل البدني طبعا والتحضير للموسم لا يعني الانطباع اللعيبة كمان يا أمير يعني واضح جدا القبول والسعادة الكبيرة جدا مع الجهاز الفني للرجل روحه كويسة جدا الرجل عنده كريزمة عنده الحضور عنده إن هو يقدر إزاي يوصلك من ابتسامة من نظرة من كلمة كل الأمور دي بالنسبة طبعا للجانب الإنساني لكن إحنا منتظرين نشوف الجانب العملي الجانب التدريبي منتظرين نشوف الفترة القادمة في المعسكر ده أمر مهم جدا الشكل العام للتدريبات الرجل هيقايم إزاي الرجل أكيد معاسي فيه ومعه طبعا تقييمات من مستر ريكاردو سوارش طبعا المدير الفني السابق لفريق النادي الأهلي التقييمات دي يشتغل عليها بشكل كبير القياسات كل الأمور دي محتاجين إن إحنا نشوفها على الأرض الواقع عشان كده بقولك المعسكر يكون معسكر مهم جدا للنادي الأهلي مهم جدا أيضا كمان لمستر مارسل كورر المدير الفني لأن هيبين حقا كتير جدا وهيرسم خريطة الموسم اللي إن شاء الله بإذن الله عندنا أمل كبير جدا إن الموسم ده النادي الأهلي يحصل على كل البطولات زي ما حققنا قبل كده في موسم عديدة جدا كل البطولات اللي شاركنا فيها بالجدية وبالحماس وبالتحضير وبأيضا كمان المجود الكبير اللي بيوبزن من مجلس إدارة النادي الأهلي لكابتن محمود الخطيب كل المناخ الطيب ده إن شاء الله بإذن الله ينعكس على اللعيبة يصب في مصلحة النادي الأهلي فإن شاء الله بإذن الله الروح اللي إحنا شايفينها الاهتمام الكبير اللي شايفينه مستر كورر ويمكن لمساته البسيطة وأداءه مع الجهاز الفني بالكامل لأن الجهاز الفني ليه دور كبير جدا الفترة اللي جاية عليه دور كبير جدا الفترة اللي جاية مع فريق النادي الأهلي فإن شاء الله متفقلين عندنا الإحساس إن شاء الله والأمل موجود بإذن الله أن المرحلة القادمة بإذن الله تكون انطلاقة جيدة النهاردة ويستمر النادي الأهلي بإذن الله خلال المرحلة القادمة تكون أولى المباريات هي مبارات طبعا منتظرين مبارات المنستيري طبعا أو بطر رواندا لكن إن شاء الله بإذن الله تكون انطلاقة جيدة جدا للجهاز الفني ومنها يعود النادي الآلي لسلسلة الانتصارات من جديد زميل أمير طيب كريم هل في أي تفاصيل جديدة بخصوص معسكر الآلي ومكانه موعده بالتحديد ولا لسه الأمور دي لم تحسن بعد يعني خلاص أمير أدل أقول لك اللحظات الأخيرة في التحضير الأخير للمعسكر هي روتوش بسيطة جدا باتقام طبعا وبيتم تحضيرها على المعسكر الفريق لكن حتى الآن مش قادرين يتكلم طبعا على المكان على الزمان كل الأمور دي لكن يعني خلاص ممكن أقول لك في خلال 48 ساعة هيتم حسم هذا الأمر تماما لأن التحضيرات كلها خلاص احنا كنا منتظرين النهاردة المدير الفني يكون متواجد هيتعرض عليه الأمر طبعا بالنسبة الاختيارات الخاصة بيئة الدول اللي يقام عليها المعسكر فهي رؤية طبعا هتكون لها المدير الفني ممكن مدير الفني بعيز يعزل بشكل كبير جدا اللعيبة وده يكون أمر مهم جدا وممكن الأمور بالنسبة له تكون عادي ممكن أي دول يقدر أنه يتأخلم فيها بعيدا طبعا عن التقصة والمناخ لكن كل الأمور دي هتتعرض أكيد النهاردة وبكرا إن شاء الله على مستر مارسل كولر المدير الفني ويكون القرار بالنسبة له طبعا بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي الآلي وإحنا بنتمنى يكون معسكر جيد معسكر يستفيد بفريق النادي الآلي بشكل كبير عشر تيام إن شاء الله جرعة تدريبية فيها مبارات ودية يوقف على حالة اللعبين بشكل كبير ويا رب إن شاء الله يكون موفق بإذن الله في المعسكر اللي بنأكد عليه إن شاء الله خلال الأيام القادمة يتم الأعلان الرسمي على مكان وزمان وكل الأمور الخاصة به معسكر فريق النادي الآلي أخيرا يا كريم أنا عايز استغل تواكدك معنا ويعني أربك الكبير ليه مران الأهلي الأول مع كولر البرنامج خلال المرحلة اللي جاي أو خلال الأيام القليلة جدا المجبلة تم وضعه بشكل كامل موعد التدريب كل هذه الأمور ولا لسه ورد يعني لا قادر أقولك لسه حتى الأمر يعني هذا الأمر لسه لم يبانش بهذه الصورة أمير في النهاردة أو بكرة لكن في برنامج أكيد موضوع من الكابتين سامي أمصان البرنامج اللي اعتيادي للتدريبات المعتادة طبعا أربع عصرا أو خمس عصرا لكن من الواضح ممكن يكون الراجل عنده فكرة عنده رؤية محتاج أنه يدرب في خلال الأيام دي فترة صباحية ممكن فترة مسائية فكل الأمور إن شاء الله منتظرنا في خلال الأمال القادمة للبرنامج التدريبي الرؤية ممكن يكون فيه أي مباراة بسيطة جدا بين اللاعبين وبعضهم للوقوف بشكل عام على حالة اللاعبين فكل الأمور إن شاء الله منتظرنا ومتفقلين بشكل كبير جدا أمير إن شاء الله خلال الأيام بإذن الله كريم أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المدخلة القائمة والهمة والمليئة بالمعلومات زميلنا العزيز كريم أحمد مرئيس القناة الأهلي كان معنا من أستاذ مختار التتش وطميننا على كل الأمور اللي بتتعلق بأول مرة لكولر كمدير فني للنادي الأهلي من خلال أستاذ مختار التتش مع لعبي النادي الأهلي إن شاء الله يكونوا موافقين جميعا في موسم جديد يسعد كل الأهلوية نروح لفاصل بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية في الحقيقة حلقات الترند في الأسبوع ده أو بالتحديد مبارح والنهاردة وأكيد كمان بكرة هتبقى مهمة جدا يعني لأن الهدف منها أو هي حلقات خاصة بتحديدها الهدف منها أن نقول لكم كل حاجة بتحصل لأمور ممكن تكون متتعلق بجوانب أخرى بعيدة عن نادي الأهلي لا إحنا دلوقتي الهدف الأساسي هو طمأنة جماهير النادي الأهلي في كل مكان على كل ما يحدث داخل القلعة الحمراء وبتحديد داخل أستاذ مختار التتش كمان واللقطات اللي حضراتكم شايفينها دلوقتي اللقطات الأولى لكلر المدير الفني الجديد للنادي الأهلي وغضح نواقف دلوقتي هو مع أفشا أو ده كان يعني منذ قليل بالضبط مع بداية المران مع أفشا أفشا بالمناسبة كلمتكم عليه وقلت لكم أفشا قدامه بالضبط 3-4 أيام وينزل تدريبات عادي يعني 3-4 أيام وينزل جراحة الفتاء في جدار البط فبالتالي خلاص هو شوفي أتمام الأمور كويسة لكن ينزل خلال 3 يام أو 4 يام على أقصى تقدير تدريبات النادي الأهلي بشكل طبيعي والأمور بالنسبة له جيدة للغاية كمان شايفين قدامنا الجهاز الفني وأعضاء كل الجهاز هو أكيد بداية جديدة إن شاء الله تكون موافقة طبعا جهاز النادي الأهلي زي ما حراركم عارفين هيرالد جامبريلي مدرب مساعد كابتن سامي أمصان مدرب عام التونسي ياسين الميكاري محل الأداء ويمكن كان فيه جلسة ما بين ياسين وعلي معلول 2 توانسة طبعا هو ياسين الميكاري لعب منتخب تونس ومعالج جنسية السويسرية هو تونسي طبعا في الأصل ف2 توانسة 2 دوليين فأكيد جلسة كانت خاصة جدا ما بينهم إن شاء الله بإذن الله يكونوا إضافة مميزة في الموسم الجديد علي معلول كالعادة يكون مفيد قوي قوي وكمان ياسين الميكاري كمحل الأداء إن شاء الله يضيف بشكل كبير جدا كمان مدرب الأحمال أندرياس أندويا وميشيل يانو كن بيعود للتدريبات مع النادي الأهلي كمدرب حراس مرمى طبعا في ذلك اللي تواجده الكابتن سيد عبد الحفيز مدير الكرة والمترجم هشام مش عارفين لسه هشام إيه بالضبط لكن هو مترجم اللغة الألمانية زي ما قلت لكم وانفرضنا بالخبر ده مبارح أو أول مبارح كمان قلنا إن المترجم مش هيكون دكتور عمرو محب طبعا دكتور محترم جدا بيجيد اللغة الفرنسية لأن طبعا كولر اللغة الأساسية بالنسبة له هي اللغة الألمانية فجي مترجم يجيد هذه اللغة فإن شاء الله نتمنى لهم جميعا كل التوفيق التحضرات زي ما حدركم شايفين لا قفل يا بقى عند الصورة دي يا بيب والله يبارك وقفل عند الصورة دي ده مين ده؟ مين ده؟ كهرباء كهرباء بيشارك في تدريبات النادي الأهلي بشكل طبيعي الأمور خلال الفترة الجاية أكيد حيكون فيه جديد ننتظر أي شيء رسمي بقى يخرج من النادي لكن في كل الأحوال كهرباء موجود بيشارك في تدريبات النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي في ذل يعني كلام كتير جدا دايما بيطلع على كهرباء وأحديث كتير جدا من مختلف المنابر الإعلامية في الحقيقة واهتمام كبير لكن هو لعيب كويس جدا جدا وإضافة مؤكدة بإذن الله لنادي الأهلي في المسلم الجديد بإذن الله حيكون إضافة مؤكدة بالنسبة للنادي الأهلي لعيب بمهارات خاصة لعيب أكيد جمهور الأهلي منتظره بشغف منتظر مستوى الحقيقي مستوى الحقيقي وسوكة كبيرة جدا في نجم زي ده في لعيب بإمكانيات كبيرة زي ده زي كهرباء واحد من أبرز اللعبين في الكرة المصرية ده مؤكد ده مؤكد إن شاء الله بإذن الله يكون مركز في المرحلة اللي جاية بشكل كبير هو دايما مركز وعارف واجباته وعارف أدواره بشكل واضح جدا داخل النادي الأهلي لكن أنا بشوف أن اللقطة دي هي لقطة سعيدة بالنسبة لكل جمهور النادي الأهلي إن كهرباء موجود في التدريبات الفريق بشكل طبيعي مع مستهل الاستعداد للمسم الجديد أي تفاصيل أخرى حننتظر طبعا الإعلان عنها بشكل رسمي ويمكن كنا نتكلمنا في الكثة دي في أكتر من المناسبة قبل كده بس برضو خلينا إن إحنا ننتظر كل شيء رسمي بما إننا بنتكلم من خلال منبر إعلامي خاص بالنادي الأهلي وهي قناة النادي لكن دي لقطة مهمة كان لازم نقف عندها كل اللعبين موجودين هون أيمن أشرف عمر سليا بيعود عودة مهمة الناس كانت محتاجة أن هي تريحة جدا جدا أكرم توفيق بالمناسبة يا جماعة أكرم توفيق يعني ما عندوش أي برامج تأهلية أو علاجية أو كلام من ده أكرم توفيق جاهز زي ما قلت لكم منبرح يلعب النهاردة لو فيه متش يلعب عادي فيش أي مشكلة خالص لأن أنا شايف بعض التقارير اللي كان بتقول أكرم حيبق ليه اختبار طبي بلعم فيش أي اختبار طبي خالص لأكرم توفيق خالص الحمد لله وماشاء الله هو جاهز بنسبة مليون في المئة لقود المباريات مش فقط التدريبات يعني فبالتالي كلها أخبار سعيدة ومرحلة مبشرة جديدة بالنسبة لي جماهير النادي الأهلي مش اللي يانوكن وتواصل مع جامبريلي مدرب العام بالنسبة لي النادي الأهلي في حضور جميع اللاعبين اللي حصلوا على راحة أمال عايزين أفكركم بموضوع الإصابات أفكركم بآخر التطورات في ملف الإصابات يمكن طاهر محمد طاهر وعمر السلية وأيضا حسين الشحات كان يوم اختبارات طبية النهاردة قبل انطلاق المران وبناء عليه واضح أن هم اكتازوا هذه الاختبارات وشاركوا في التدريبات أو في شكل طبيعي لسه الفقرات كلها طبعا مش هتكون معنا فقرات التدريبات نحن عارفين أنه دايما بيبقى فيه جزء من المران بس اللي بيتم إزعته وده المتعرف عليه لكن في نفس الوقت واضح أن الأمور بالنسبة لهم جيدة من خلال اللقطات اللي شكناها في المقابل لسه أفشا كوكا نقص لهم 3-4 تيام وينزلوا التدريبات بشكل طبيعي عمار حندي لسه قدامه شهر ونص عشان يرجع للتدريبات فيعني دي أبرز العناصر اللي كانت مصابة كمان من ضمن الناس سلية موجود شريف لسه قدامه 3 أسابيع إن شاء الله يكون موجود وإن شاء الله القائمة تكتمل بشكل كامل طيب دي بعض اللقطات كانت ممرانق للأهل النهار تخلينا نروح لفاصل سريع بعد الفاصل هنرجع نكمل ونتكلم في كل تفاصيل السنة طيب للأسف في الوقت بيدهمنا لكن مهم جدا بالنسبة لي أخد تفاعل حضراتكم ويعني نصايحكم للجهاز الفني جديد للنادي الأهلي في مستهل مرحلة مهمة جدا بإذن الله مليئة بالتحديات وإن شاء الله تكون مليئة بالإنجازات اللي متعود عليها دايما جمهور النادي فنشوف تفاعل حضراتكم على سؤال الحلقة يوسف أحمد قال أهم حاجة أنهم يركزوا والجهاز الفني الجديد لازم يبقى عارف قيمة الأهلي وأنهم يهتموا بالصفقات وتبقى مفيدة إن شاء الله خير وما تقلقش من ناحية الصفقات محمد ثابت قال العدل بين اللعبين وعدم الانتفاة للمنافس وانتقادات الجماهير نقطة مهمة لطبعا في إطار المصايح الموجهة من جماهير النادي الأهلي أحمد حسين قال لك ما فيش نصايح فيه دعم والله يبرابو يا أحمد برضو دي حاجة مهمة جدا خلينا كمان نروح لمنا يسري قاد بالتوفيق والنجاح دايما فيه أعظم نادي فيه اللي يكون إن شاء الله يكونوا موفقين ويفرحون كلنا بإذن الله واحد أحد محمد جمعة مساء الخير عليك يا أمير مساء الفل عليك يا أبو حميد وعلى مشاهدي قناة الأهلي أهلا بيك في كل مكان أهم حاجة مايركش في السوشيال ميديا ماشي وجهة نظر برضو مميزة وأيضا أحمد حجاج قال لك حابب أراحب بالجهاز الفني جديد وأقول له جمهور الأهلي الدرع والحماية للنادي وليكم كل الدعم لحد آخر لحظة يعني دي أبرز النصائح بصوا بقى اللقطة اللي حالكم شايفينها دي برضو عشان يبقى تأكيد على كلامنا دي أفشا موجود وكوكا ومعه محمد شريف في إطار بعض البرامج التأهلية في المراحل الأخيرة بالنسبة لأفشا وكوكا بالتحديد قلت لكم 3-4 ايام ويشاركوا في تدريبات بشكل طبيعي لكن شريف لسه قدامه من أسبوعين لتلاتة إن شاء الله بإذن الله يكون أقل من ثلاث أسابيع ويشارك في تدريبات النادي الأهلي كل اللقطات الحصرية والأخبار الهمة والحقيقية هتلاقوها دايما من خلال شاشة القناة النادي الأهلي ومن خلال برنامجنا التريند وكانت تقطية مهمة جدا مبارح والنهار دا كمان حاطناكم في الصورة لحظة بلحظة ليس لدينا المزيد وغدا كل جديد في حلقة جديدة من نفس البرنامج فاستنونا إلى اللقاء شكرا